على الرغم من اعتراض سكان بلدتي الطور والعسوية الواقعتين شرق القدس الشرقية على مصادرة أراضيهم فإن مخطط إقامة حديقة عامة على نحو 700 هكتار من أراضي القريتين لا يزال قائماً بل إن الحكومة الإسرائيلية طلبت من اللجان المعنية بتسريع مسارات التخطيط للبدء في العمل على إنشاء الحديقة وجاء هذا المخطط بعد أن تقدم الحيين الطور والعسوية بإعداد مخططات هيكلية لتوسيع المخطط الهيكلي وإيجاد حلول للضائقة السكنية والتزايد الطبيعي في القريتين في البلدتين ولكن سلطة الحدائق الوطنية في حينها خرجت بهذا المشروع كمشروع اعتراضي إنشاء الحديقة سيحول دون الترابط الجغرافي بين القدس الشرقية وأراضي الضفة الغربية ويقول مسؤولون إسرائيليون إن تنفيذ المشروع سيلجم ما يصفونه بالتمدد العربي في المنطقة المكان مهم ولو سمحوا للعربي بالبناء سنرى ناطحة سحاب وبيوت هذا أمر يجب أن يتوقف ثلاث جهات إسرائيلية تقوم على المشروع بلدية القدس وسلطة الحدائق والطبيعة وسلطة تطوير القدس مع تحفظ وزير شؤون البيئة الذي يطالب بإجراء تعديل على المخطط يبدو أن ما من شيء سيعيق إتمام مخطط الحديقة فالاعتراضات السكان ولا تحفظات وزير شؤون البيئة ستغير شيئا طالما أن المخطط يتوافق مع موقف الحكومة شيري نونيس كاي نيوز من أراضي بلدة الطور ترجمة نانسي قنقر